بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني وحبتي في الله إلا ما كنتم فيديو شديد مفيد بطبيعة الحال للقلة القليلة التي تعرف ما قيمة المحتوى الذي نقدمه وما نفيد به الناس بإذن الله تعالى إذن أخوانا الكرام ندخل في صلب الموضوع دون إيطالة كثير من الناس تقع لها الابتلاءات في الحياة إن لم أقول أغلب البشر خلقت لتبتله سواء المؤمن سواء الكافر سواء المسلم النصراني كله خلق ليبتله وليختبره الله لكن هناك ابتلاءات من ابتلاءات فهناك بعض الابتلاءات قد تبقى مؤثرة في حياة الإنسان حتى وإن شف يد الإنسان وأكرمه الله مثلا بالغنى بعد الفقر وبالشفاء بعد المرض وبالزوجة بعد العزوبية وأكرمه الله بأشياء كثيرة تبقى تأثيرات تلك الأمور نفسية فيبقى دائما الإنسان مريض منطوي مثلا يفقد الثقة في كل من حوله يفقد الإحساس الجميل بالدنيا يحس أن الدنيا لا قيمة لها يحسب إحساس يتولد فالإنسان خلق من عجل وخلق ضعيفا وخلق دائما في أغلب الأحوال يأوسا ولا يصبر ولا يتحقق له شيء في أسبوع أو أثنين يعني يتجنن هذا هو الواقع الذي أتكلم به معكم إذن الطريقة سهلة ومن سيدخل ويقول لي أن أعطيني دليل وكذا سأعطيك الدليل في آخر الفيديو إن شاء الله لأنني لا أتكلم من وحي خيال ولا أتكلم بما تأتي به الدجالين والنصابين الذين ينصبون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل فلأتكلم بكتاب الله وهي أشياء من السنن منسية وأشياء أمرنا بها صحابة رسول الله ورسوله الكريم ونقلوها لكن للأسف أعداء الله لا يريدون أن تصل إليكم في زمننا فأنا أحاول أن نوصلها إليكم إن شاء الله إذن أخونا الكرام عندك شخص مبتلى في غيبوبة عبارة على مجنون وتائه وتحس أنه لم يعد يبالي سأنصحك نصيحة وهي رقية نوعية من الرقية بآية معينة في القرآن الكريم تكررها عند أذنه اليمنى سبع مرات ثلاث مرات خمس مرات أنت ونيتك وأنت وثقتك بالله يشفى بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر الصورة في صورة المؤمنين كررها على أي شخص مبتلى وترى عجبا بإذن الله تقول لي أعطينا الدليل الدليل أخي الكريم موجود ها هي كتب نادرة ليس لها قيمة ربما تراها مرمية في السوق لا تشتريها هذه النسخة مطبوعة في مصر لم يعد لها أثر يعني اندثرت كتب كثيرة اندثرت لماذا لا نعرف أو نعرف الأسباب ونخفيها ونريد أن نقول الحق لأنهم لا يريدون لك علو ولا يريدون لك علما لا يريدون لك شفاء يريدون كوليا للشيطان يريدون أن ندخلوك جهنم معهم فهنا يا أخوات الكرام هذه الكتب حولت أن أحصل على بعض منها واحد أو اثنين كل مرة هكذا أجده في السوق أو كذا لأفيدكم وأستفيد أنا منه أيضا إن شاء الله طبقوها على من هو أو على من ابتلي ابتلاءا شديد ترون له شفاءا بإذن الله تعالى دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته